موسيقى السلام عليكم ورحب بكم مجددا في برنامج ممبر الأحار عنوان هذه الحصة الصراع الصراع القائم بين العقلية العسكرية المستبدة والمشروع السياسي في هذه الحصة التي تصادف ذكرى اغتيال أحد قادة الثورة الجزائرية وهو كريم بالقاسم أسد الذي كان يلقى بأسد الجبال وكانت ذكراه الأسبوع هذه الأيام 20 أكتوبر على الرواية المختلفة في 18 أكتوبر قيل قد اغتيل وفي 20 أكتوبر قيل قد وجد في فندق بفرانكفورت بألمانيا نقدم لكم نبذة موجزة عن كريم بالقاسم رحمة الله عليه من موليد 14 ديسمبر 22 900 ألف بقرية تيزري نعيسي بدائرة دراع الميزان ولاي تيزي وزه بالجزائر نشأ وسط أسرة ميسورة الحال كان أبوه السيد حسين تاجرا كبيرا عينته فرنسا كحارس للغابة واخترحت عليه منصب قايد لكنه رفض انضم إلى مدرسة ساروي بالعاصمة ونال منها شهادة الدراسة عرف النظال مبكرا إذ انخرط في صف حزب الشعب بعد 75 900 ألف ومنذ 47 900 ألف آمن بفكرة الثورة كخيار وحيد لذلك لجأ إلى السرية وتحصن بالجبال يكون الخلايا العسكري لليوم الموعود عند الدلاع الثورة كان أحد مفجريها وأحد قادة جبه التحيير الوطني منذ النجأة إذ شارك في الاجتماعات التي سابقت أول نوفمبر 54 900 ألف وأصبح قائدا للمنطقة الثالثة القبائل وقاد العمليات العسكري الأولى ضد المراكز والقوات الفرنسية في منطقة القبائل وأشرف على هيكلة وتأطير المجاهدين بالمنطقة شارك في مؤتمر الصمام وصار عضو في لجنة التنصيق والتنفيذ بعد هذا المؤتمر بعد تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية شغل منصبة وزير القوات المسلحة في التشكيل الأولى وزير الشؤون الخارجية في الثانية ووزير الداخلية في التشكيل الثالثة شارك في مفاوضات إيفيون وكان من بين الموقعين عليها اغتيل بعد الاستقلال في 18 أكتوبر 70 900 ألف في فندق بمدينة فرانكفورت قلنا عنوانه اليوم هو الصراع القائم بين العقلية العسكرية المستبدة والمشروع السياسي نقف عند الاغتيالات السياسية هل الاغتيالات السياسية أحد مآلات الصراع الدامي والمحتدم بين العقلية العسكرية المستبدة وبين كل صاحب مشروع سياسي النهضوي هل الوقوف عند حيثيات وخلفيات اغتيال رجالات الساسة هو دعوة للماضوية ووقفة اجترارية اعتباطية لطائلة منها ام هي وقفة لا بد منها لفهم طبيعة وكونه السلطة القائمة في الجزائر هل عملية الاغتيالات السياسية قد ول عهدها ام هي عملية مستمرة باستمرار طبيعة السلطة العسكرية اليست هذه الاغتيالات تشكل مدعاة وضرورة ملحة لعادة النظر في مرويات الماضي ومن ثم كتابة التاريخ الجزائري وصياغته بامانة ومهنية هذه الاسئلة واسئلة اخرى اطرحها على ضيف هذه الحصة الاستاذ حسين جيدل باحث انثروبولوجي استاذ حسين جيدل مرحبا بك مجددا في برنامج منبر الاحرار اهلا وسهلا بكم مساء الخير لجميع وجميع المشاهدين برك الله فيكم على الاستضافة اشكرك اونا على تلبية هذه المشاركة تلبية المشاركة في هذه الحصة تصادف هنا ذكرى اغتيال كريم بالقاصب الذي كان يلقى باسد الجبال اغتياله في حسب الروايات يعني 18 اكتوبر 70-900 والف وقيل قد وجدوه في يوم 20 اكتوبر 1970 نود ان نقف عند هذه الحصة عند موضوع الاغتيالات السياسية والصراع القائم بين العقلية العسكرية والمشروع السياسي بداية اود منك استاذ حسين جيدل ان تقدم لنا ما هي مصطلح الاغتيال السياسي يعني قدم لنا تعريفا بضبط ما معنى الاغتيال السياسي بالنسبة للباحث الانثروبولوجي استاذ حسين جيدل براك الله فيك سيد حمزة أنا بالنسبة لي الاغتيال السياسي هو الاغتيال الذي يكون ضحيته رجل له مشروع سياسي او له نشاط سياسي كثيف والذي يقوم بالاغتيال او يعطي الامر بالاغتيال هو من يملك السلطة التي يحاول ذلك السياسي تغييرها او المشاركة فيها اذا بالنسبة لي هذا التعريف اذا كان الرجل الذي اغتيل ليس له نشاط سياسي فلا يعتبر الضحية قد اغتيل اغتيال سياسي او اذا كان له مشروع سياسي ولكن ليس له اي نشاط سياسي ثم اغتيل فلا يعتبر ذلك الاغتيال سياسي اذا الشرط الاغتيال السياسي ان يكون الضحية ذا مشروع او على الاقل عنده نشاط له نشاط سياسي يعتبره من يملك نزمام الحكم بانه نشاط خطير وصل الى درجة وانه لا يمكن احتواء هذا النشاط او يمكن ان يطلطب عن هذا النشاط تابعات سياسية خطيرة فيلجأ الى الحل الاقصى وهو الاغتيال للتخلص من هذا النشاط السياسي ومن هذا المشاغب السياسي سيد حسين جيد البعض قد يخليفك الرأي ويقول بان قد يكون هناك اغتيال سياسي يستهدف مثلا قد يكون هناك اغتيال يستهدف شخصية ما ليست سياسية بالاصل لكن بالنسبة لو تأمننا الى زاوية المرتكب الجريمة ممكن تكون له اهداف سياسية قد تخفى على البعض وقد تخفى علينا ان اذا تأمننا للشخصية التي قد اغتيلت لانها ممكن بعيدة تماما عن مجال السياسة لكن مرتكب الجريمة قد تكون له اهداف سياسي يعني ممكن تلك الشخصية لها علاقة بشخص سياسي ما فلجهة الضغط عليه او شكل من الاشكال فممكن قد تكون قد يقول لك سيد حسين جيدا انك قد اغفلت زاوية المرتكب الجريمة لا لا نغفل زاوية المرتكب الجريمة دائما الاغتيال السياسي يتم من طرف من يملك السلطة الاغتيال السياسي تقوم به السلطة الموجودة التي تتحكم في امور الدولة بطريقة او باخرى اما كون الضحية ليس له نشاط سياسي ويعتبر اغتيال سياسي انا لا اقبل هذا التعريف نعطيك مثال من الشخصيات ربما سنرجع الى هذا الموضوع مثلا اغتيال اغتيال مدغري احمد مدغري وزير الداخلية بسبعينات او اغتيال مثلا ابو بكر بالقايد الوزير الاول هذا ليس اغتيال سياسي بالنسبة لي ليس اغتيال سياسي لأن ابو بكر بالقايد وامد مدغري ليس معارضين سياسيين وليس لهم مشروع سياسي وليس لهم نشاط سياسي يهدد السلطة القائمة السلطة القائمة بل هم جزء من هذه السلطة انا بالنسبة لهذا الاغتيال اللي ضحيته احمد مدغري مثلا في السبعينات او ضحيته ابو بكر بالقايد في التسعينات ما هو الى عبارة عن ستدير هذه نتيجة للارتطام وإلى ما يحدث بين اجنحة الحكم من منافسات ومنوشات فكذلك مثلا الاغتيال اللي تعرض له جنيرال فوضي السعيدي الذي هندس الاتفاق الذي تم بين الاياس الجيش الإسلامي الإنقاذ والجيش والقيادة الأركان او المخابرات ايضا ليس اغتيال سياسي لان فوضي السعيدي ليس له نشاط سياسي يهدد به النظام لكنه اغتيل حسب ما ولد في الصحفة الجزائرية انه هذا ملف فوضي السعيدي وملف بوضييف ربما سنعود الى هتين النقطتين انه كان بوتفريقة يهدد قائد المخابرات بهذين الملفين ويهدد بفتح التحقيقات لمعرفة من قتل بوضييف ومن قتل جنيرال فوضي السعيدي اذا بالنسبة لي الاغتيال السياسي يكون سببه نشاط سياسي يقوم به شخص وفي مرحلة معينة يعتبر النظام القائم ان ذلك النشاط يشكل خطر عليه بطريقة او باخرى فيقوم فيلجأ الاغتيال السياسي لان الاغتيال السياسي هو طريقة القسوى او اعنف طريقة في التخلص من الخصوم السياسيين هناك طرق اخرى يمكن ان يتخلص بها من الخصوم السياسيين السجن النفي بمحاولة شراء الزم التحييد وقد نظام الجزائري الاقامة الجبرية الاقامة نعم الاقامة الجبرية كلها الوسائل التحييد الممكنة استعملها النظام الجزائري من 62 الى الان لكن حسب خطورة السياسي مثلا حتى كان شخصيات اللي قاموا بافعال سياسية خاطرة ولم تقم في حقهم ادنى محاولة من محاولة التحييد نعطيك مثال اسمه الكلون الزبيري طهر الزبيري قام بانقلاب محاولة انقلاب ضد هواري بوندين لكن لم يختل ولم يتم تحييده يعني حطوهم شوية في السجن وكي جشد لطلقوه وكان حور في التحركات ثم ثم اصبحت فيما بعد سيناتوري لماذا؟ لان طهر الزبيري نشاطه طهر الزبيري ليس له مشروع سياسي وليس له نشاط سياسي يشكل خطرا عن نظام هو جسمي النظام فهمني؟ اذن بالنسبة لينا ان الاغتيال السياسي هو فقط الاغتيال الذي يكون سببه نشاط سياسي يقوم به شخص حتى ولم يكن في الاصل سياسيا مثل قزني مرباح قزني مرباح ليس رجلا سياسيا كان رجل عسكري من قادة المخابرات من المالك لكنه في التسعينات بعد ما تم عزلهم من طرق الشدي بن جديد تحول قزني مرباح إلى معارض سياسي وهو عسكري تحول إلى معارض سياسي وصل سنعرف فيما بعد لماذا تم اغتياله تم اغتياله لأنه كلفة أو قام بمحاولة جمع الشاتات المعارضة وإعطاء نفس جديد لسانتيجيديو أي للحل السياسي للحوار وطبعا الناس اللي قاموا سنعود إلى الملف قزني مرباح فقط سؤال سبح حسين جيدل يعني وانت باحث انتروبولوجي يعني لو استقرعنا إلى تاريخ الجزائر يعني لو سألتك متى بدأت الاغتيالات السياسية الاغتيالات السياسية بدأت بكل جدية وأصبحت نقطة أساسية من من تاريخ الجزائر بعد مؤتمر الصمام أي بعد ما نجح عبد الرمضان رحمه الله في إعطاء الثورة الجزائرية تنظيما سياسي وتنظيما عسكري وهيكل كشف عبد الرمضان عن ذكاء عن ذكاء وهو ليس عسكري هو سياسي فأول عملية اغتيال اللي قاموا بها هو اغتيل نعم اغتيل عبد الرمضان وقرر من كان يخطط منذ ذلك الوقت لأن يكون قادة الجزائر بعد الاستقلال أن الجزائر لن يحكمها سياسيون لأن السياسيون خطر لأن السياسي خطر والدليل عبد الرمضان ومن ذلك الزمان من ذلك الوقت تم في أذهان هذه الجماعة بدأت مظاهر الاستبدادية للنظام تظهر إلى العالم لماذا؟ وبدأت مثل ما نعرف قضية هل الأسباقية للسياسي على العسكرية من العسكرية على السياسي لكن نظرة الفلسفة الأولى الأساسية لنظام الحكم في الاستقلال أنه سيقوم به العسكر وسيكون ذا طبيعة استبدادية وأنه لابد من تحييد السياسيين لأن تحييد السياسيين معناه تحييد الذكاء في التعاطي مع شؤون الدولة وشؤون المواطنين إذن بدأ الاختيال السياسي ظهر بعد اختيال عبد الرمضان رحمه الله يعني سيد حسين أنت تعتبر بأن الاختيالات هي عبارة عن صدام بين المشروع السياسي والطبيعة العسكرية المستبدة نعم هي صراع بين مشروع سياسي بين نظرة سياسية بين من يقول بأن التغيير لا بد أن يكون سياسيا وبأن شؤون الدولة يسيرها السياسيون وبأن العسكر لا بد أن يبقوا في ثكانتهم وفي ثكاناتهم وأن يقوموا بدورهم المالط وهو حماية حدود الدولة وحماية المواطنين وحماية المؤسسات إذن هذه المسألة التي ما زلت مطروحة لحد الآن لحد الآن واللي رأينا وش حتث في 62 من مشاكل ثم وما بعد إلى حد الآن هي التي تفسر لنا الاغتيال السياسي معنى ذلك أن الاغتيال السياسي هو رفض العسكري لأن يتولى قيادة شؤون الأمة أو شؤون الشعب أو شؤون الدولة أناس سياسيون وبرأيك لا يتورط فيه في ارتكاب الاغتيال السياسي قد يتورط فيه سياسي بحث لا يكون عسكري نعم نعم إذا كان هذا السياسي جزء من النظام جزء من النظام طبعا هذا السياسي لما يكون جزء من النظام هو جزء من طبيعة النظام إذا كان نظام عسكري ومعه سياسيون طبعا الجزائر مع مربع السياسيين اللي وفقوا على طبيعة النظام العسكري وموجودون لحد الآن إذن الاغتيال السياسي هو تقوم به السلطة القائمة اللي هي ذات طبيعة استبدادية واللي هي هذه الطبيعة الاستبدادية عموما هي يقودها عسكريون ولا يقودها سياسيون نعم سيد حسين جيدر هل تساطر من يقول بأن الدولة الجزائرية المعاصرة أو الجمهورية الأولى قد نشأت على أنقاض وقد المشروع السياسي عبر هذه الممارسات ممارسة الاغتيالات السياسية طبعا نذكر حاجة وحدة قبل ما نرجع له نذكر أنه ما قالوا بن يوسف بن خده رحمه الله مرة في تسعينات أمام الملائط قال باللي أطلب العفو من شعب الجزائر بجسام حونار نخدعناكم في مؤتمر طرابوس أمني إذن أنا بش نقول باللي نعم السياسي الدولة الجزائرية قائمة الاغتيال السياسي هو الوسيلة الوحيدة لتحييد لتحييد العناصر التي تشكل خطر أو العناصر التي تنادي وتطالب المشاركة في الحكم لماذا؟ لأن النظام الاستبدادي لا يرفض الحوار لا يقبل بالتعددية إلى تعددية شكلية لا يقبل بأن بالتدول على السلطة لا يقبل بالانتقال السلمي للسلطة وبالتالي هذه المبادئ كلها هو السياسي الذي ننادي بها العسكري لا يؤمن بهذا لا يؤمن بهذه المبادئ أبدا العسكري الحل الوحيد عنده هو القوة أنا نظن باللي قبل ربما أن نذهب بعيدا في الموضوع أريد أن نذكر حقيقة واحدة أن النظام قبل 62 كما ذكر قبل 62 أول كذبة وأول تزوير التاريخ قام به النظام الجزائري هو أنه قال بأن الجزائر انتصرت على فرنسا عسكريا هذا كذبة لا يوجد مجاهد حر ومجاهد أمين يقول هذا الكلام الجزائر انتصرت سياسيا نحن انتصرنا على فرنسا سياسيا وهذا الأكذوب هذه جاء بها من استولوا عن الحكم في سانتنسترين ليبرروا أولا الانقلاب على الحكم المؤقتة أي على الشرعية ثم ثانيا ليقولوا نحن العسكريين نحن الذين جئنا بالاستقلال وليس السياسي ومن حقنا أن نبقى نحن في الحكم وأن نحن الذين نحكم وليس ذلك السياسي الذي عجز عن إخرج فرنسا بينما الجزائر انتصرت سياسيا ولم تنتصر عسكريا على فرنسا والذي يقول عكس هذا كذاب ومزور للتاريخ وسألوا أي مجاهد أو لأي بعض التاريخ وليك باللي من الستين تقريبا من الستين قضت فرنسا تقريبا على المجاهدين موجودين في الداخل داخل جزائر وخاصة بعد خط موريس وشال وبعد ما قام جيش الحدود بطريقة وبمعينة أكمل أستاذ حسين أكمل دعا ما أكمل بعد ما قام جيش الحدود وما يسمى بجماعة وجدة وجيش الحدود وقياة الأركان فيما بعد اللي قاموا بعزل الجيش المجاهدين اللي في الداخل اللي كانوا ميبعثونهمش الأموال وميبعثونهمش سلاح متحججين في ذلك الوقت ب مثل ما يقال بخط موريش وشال وفي الحقيقة جزء كبير من هذه الاستراتيجية كان الهدف منه هو إضعاف جيش الداخل حتى يستولي جيش الحدود وجماعة وجدة وقيادة الأركان على الحكم وبالتالي ينقلب بعد ذلك على بكل سهولة على الشرعية السياسية التي كانت تمثلها الحكومة المؤقتة في ذلك الوقت لو خرجت بك فقط عن الموضوع أستاذ حسين جيدر أنت قلت قريبا كادت فرنسا تقضي على المجاهدين العدد الموجود الذي لدينا من المجاهدين في الجزائر حاليا كيف تفسيره؟ يا أخي أنت تعرف قضية الأستاذ ملوك الذي جاء بقائمة ألاف ألاف المجاهدين المزيفين يا أخي المجاهدون المزيفون موجودون ربما الدولة الوحيدة ليتولدوا فيها المجاهدين وما ينقصوش طبعا لما نقول المجاهدين باش نتفكروا مليح أنه هناك دائما زمرة معينة هي التي تستولي على الامتيازات باسم طبقة واسعة ما عامل المجاهدين يستملوا على جزء كبير باسم المجاهدين الموساطع فهمني جزء من العسكريين زمرة من العسكريين تفعلوا ما تشاء باسم جيش شعبي كله مكون من أبناء الجزائر تقوم بأفعال باسم جيش بكامله بس نكونوا واضحين أعود ولكن لما نطرح السؤال على المجاهدين وأنا من عائلة فيها مجاهدين وشو هذا سواء منهم من جهة الأم من جهة الأب وأطرح كثير من أسئلة على أهل المجاهد الحقيقي لو كانت رحيت له يقول لك في الستين واحد وستين ما بقى حتى مجاهد الجزائر قضيت عليهم فرنسا كانوا يبحثون عن مجاهدين شبلا بشبر شبلا بشبر فالدعوة لأن انتصرنا عسكريا على فرنسا هذه أكبر كذبة قام بالنظام ولد وقام بترديدها لتبرير بقاء العسكري في السلطة وتحييد سياسي من السلطة وبقي الأمر وبقي الأمر ربما للإخوة اللي كانوا استمعوا إلى ما قاله جينيرال نزار في شهر أوت على قناة النهار يعرفوا كيف أن السياسي هو الذي العسكري هو الذي يقرر أنه لا يوجد سياسي البتة الذي اتخذ القرار أنسوا نسمعوا وما قال جينيرال نزار ما عرفوا حتى سياسي كان مشارك في القرار نعم أعود فيك فقط للموضوع الاغتيالات لأنه مفروض أن نقف عنده أمثلة أنت ذكرت عبان رمضان يعني هذا في السبعة وخمسين تقريبا يعني بعد قيام أو بعد الاستقلال للجزائر نقف عنده أمثلة بعد الاستقلال للجزائر على سبيل المثال لدينا العقيد شعباني هل لديك تعليق على مضوع عقيد شعباني نعم شعباني هناك اغتيالات تمت في استقلال الجزائر مثلا أنا لا أعطى بالاختيال الخميستي رحمه الله اغتيال سياسي لماذا لأن خميستي جزء من النظام وخميستي لم يكن ينادي رحمه الله لم يكن له مشروع سياسي ينادي عن طريقه بتغيير طبيعة النظام بينما بينما شعباني رحمه الله كان له مشروع سياسي وكان له نشاط سياسي وهو السبب اللي خلا بن بلا وبمدين يتخذوا القرار باش يعدم يعدم اسمه عقيد شعباني عقيد شعباني رحمه الله لماذا لأنه عقيد شعباني وضعه في فلسفته السياسية أن ضباط الجيش الفرنسي أو ما يسمى بالفرين من الجيش الفرنسي لدافيست لديزرتور دلارمي الفرنسي الذين جاءت بيهم قيادة الأركان يعني جاء بيهم بمدين بعد 58 ودعم بيهم جيش الحدود هؤلاء لا بد أن ينسحبوا وأن لا يبقوا في مراكز حساسة وهمة في الدولة وخاصة في الجيش وهذا هو السبب السبب الوحيد والبين الذي من أجله اختيل شعباني إضافة إلى أنه شعباني كان ينادي إلى نوع من من الانفتاح ونوع من التعددية الفكرية وطبعا النظام العامود الفقاري في ذلك الوقت انتعى النظام هما كان الضباط الجيش الفرنسي أو الفررين من الجيش الفرنسي الليو كانوا مسلحين جيدا كانوا مسلاحين جيدا كانوا مدربين جيدا لأنهم خرجوا من الجيش الفرنسي وخرجوا من الكلية العسكرية الفرنسية فهذا هذا المشروع هذا هذا أمر هذه قضية خطيرة جدا تهدد النظام نفسه وبالتالي تهدد النظام نفسه وبالتالي أقدم زعماء النظام الوجهة السياسية التي كان يمثلها بن بلا ثم الوجهة العسكرية الحقيقية التي كان يمثلها بومدين أقدم على إهدام كولونال شعبالي محمد خيذر محمد خيذر نعم محمد خيذر كان خطير نشاطه السياسي في الخارج كان خطير لسببين أولا أنه يمكن لخيذر أن يكون خطير لأنه يملك الأموال بشيقون بلاشات سياسي ثانيا ما ننسوش بأن خيذر بحكم المصاهرة التي تربطه بسيد حسين أيتحمد زعيم لففاس يمكن الأموال اللي عند خيذر والقاعدة الشعبية اللي عند حسين أيتحمد يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على النظام وهي نفس القضية التي من أجلها نفس الفكرة التي من أجلها غتيلة علي لمسيلي في سنة 87 المحامي لأنه استطاع أن يجمع بين متنافرين سياسيين وهما حسين أيتحمد وبين بن بلا بن بلا عنده الأموال وما عندهش قاعدة شعبية وما عندهش تنظيمات موجودة في الجزائر بينما أيتحمد عنده مناظلين عنده مناظلين يحتاج إلى أموال فلما نجح عليم سيلي في تقريب وجهات النظر بين بن بلا وبين أيتحمد اعتبر هذا النشاط نشاطا سياسيا خطيرا وخاصة في ذلك الوقت كان الحزب الواحد نشاطا سياسيا خطيرا فقرر النظام تصفيته ويعتبر اغتيال علي لمسيلي المحامي علي لمسيلي اغتيالا سياسيا إذن رغم ما يحكى بأنه هذه القصة القصة تاعة أنه خطرك شنا شارف الجريدان تاعة اسمه حرم الشلي من جديد على مارت بن جديد لما راح تسويسرا وما حبش تتخالص تاعة كلها ربما القطرة التي آفرت الكعس لكن مثل هذه الحكايات تخرج في الجريدة ما ننسوش باللي علي المسيلي نجحها وأنشأها جريدة اسمها ليبرالجيري ليقال أن جزء كبير منها كان فيرنسي يعني كان ممول ممول من طرف بن بالله لأن بن بالله عنده أموال وخاصة كان يحصل على الأموال من الدول العربية من العراق من ليبيا من غيرها من دول فلما نجح المسيلي في هذه القضية علي المسيلي رحمه الله تم اغتياله نعم أنت يعني دائما تؤيد نظرية أنه حامل المشروع السياسي هو يتم استهدافه يعني مع ممارسة النشاط طبعا طبعا ذهبنا إلى زائد المشاط نعم رحمة خيضر إلى كريم بالقاسم رحمة الله عليه في سبعين ألف وتسعمائة وآلف يعني ألف وتسعمائة وسبعين نعم يعني والذكرى تعولي يعني تقريب الأيام هذه يعني ما هي قراءتك لاغتيال كريم بالقاسم من أسد الجبال ولدي سؤال كذلك بعد قراءتك سؤال مهم جدا تفضل لده أستاذ حسين يا أخي كريم بالقاسم مكان شخصية من أكبر كريم بالقاسم للتذكير أو لتصحيح بعض الحقائق التاريخية كريم بالقاسم كان في سنة تسعة وتلاتين الرابعين بعد أن مر بالسجون كان دجاف الجبال ووضع في ذهنه أن خروج الجزائر من المعزق ومن البعص ومما هي فيه ليس له إلا العمل المسلح إذن هذا الرجل ما ننسوش لما كريم بالقاسم الذي كان وزير للخارجية وزيرا أو إذن للحربية كان أيضا كان صورة من صور الجزائر كل المجاهدين الذين الذكروا الخطاب الذي ألقاه كريم بالقاسم عندما التقى زعيم الصين موت سي تونك وأقنع كثيرا من الصينيين بدعم الثورة في الجزائر الذي نقول بأن الثورة الجزائرية انتصرت سياسيا على فرنسا ولم تنتصر عسكريا وكان لكريم بالقاسم وجماعته دور كبير ولكريم بالقاسم نظم الجانب السياسي الذي تكلم عليها عبد الرمضان رحمه الله هذا الجانب السياسي الذي قال الثورة بدون واجهة سياسية لن تنجح فكريم بالقاسم كان من أكبر من قاموا بهذا العمل الجيد وبالتالي أصبح كريم بالقاسم قاموا لما أي تحمد قام بإنشاء جبهة القوى الاشتراكية في سبتمبر 1963 وللتذكير بالتاريخ أن تم الإعلان عن إنشاء تم إنشاء جبهة القوى الاشتراكية في سبتمبر 1963 في مدينة برج بوري ريج بعد الاجتماع الذي جمع بين حسين أي تحمد محمد والحاج كريم بالقاسم ومقارن أي تمقارن الذي كان رئيس الدائرة دائرة برج بوري جيز أنا ذاك لو اجتمع هذا الزعيمان ومقارن أي تحمد وكريم بالقاسم وقرر مد اليد تكوين جبهة واحدة ضد النظام هذا شكله خطر فقام النظام أولا بتحييد بتحييد بعد 63 قام بتحييد حسين أي تحمد وذلك بإلسخ تهمة الجهوية بحسين أي تحمد واستطاع أن يجعل من حسين أي تحمد بأنه مدافع عن مطالب تعفئة معينة وجهة معينة وربما ولاية معينة فلما نجح النظام في تحييد حسين أي تحمد بإلساق هذه التهمة الآن الآن سهلة عليها التخلص من الخطر الحقيقي واللي هو كريم بالقسم وخاصة أن كريم بالقسم كان شخصية معروفة في دول العالم الثالث وخاصة في يوغزلافيا كانت لأوا عناقة وطيدة جدا مع موتسي تونغ مع جوزاب روستيتو مع نهرو وغيرهم من زعماء العالم وقادة الدول التي تنافح ضد الاستعمار إذن هذه الوضعية التي كانت لكريم بالقسم رحمه الله وضعية مع القيام كريم بالقسم بنشاط الخارج أصبح كريم بالقسم الذي يحمل مشروعا سياسيا وذا نشاط سياسي أصبح خطرا على النظام فقرر النظام التخلص منه بأعنف طريقة وهي الاغتيال يعني أستاذ حسين لما تكون قام النظام بتصفيته في سنة 1970 يعني ذلك كان على رأس الهرم هو كان الرئيس بومديان طبعا يعني هل ترى بقراءتك التاريخية هل ترى الرئيس بومديان متورت في اغتياله طبعا بومديان متورت في اغتيال كل من اغتيل بعد 58 بومديان له دور مباشر يلم يكن له دور مباشر له التزكية فهمني ولا لا له التزكية فيها التخلص من محمد خميستي من شعباني من خيضر من كريم بالقاسم ما تنساش باللي كان حقيقة يعني بومديان رغم انه ربما ليس مسرقش الجزائر وحاول انه يدير الجزائر حسب فكرته خالص المهم بومديان ليس ديمقاراطيا بومديان عسكاري عنده طبيعة استفدادية لكن ما تنساش بانه اكبر خطأ ارتكبه بومديان والذي الجزائر لا زالت تعاني منه الى اليوم هو استعانته بضباط الجيش الفرنسي وبما سمى عبد حميد محري رحمه الله عندما سئل القضية موجودة في 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 الارشيف الخاص يعني نظن في جريد الحياة طرحوا له سؤال قالوا له عبد حميد هل موجود طابور الخامس قالهم نعم معناه الناس الذين كلفهم اللي كانوا في وسط الجيش الجزائري وتقلدوا مراسب حساسة وهم في خدمة فرنسا اذن الخطأ الذي ارتكبه بومديان هو استعانته بضباط الجيش الفرنسي والذين التحقوا بالجيش سنة او سنتين على الاقل قبل الاستقلال يعني ظاهرت بواد الاستقلال وكانت حتى اتفاقية ايفيون بدأت قبل يعني المفاوضات حول الاستقلال كانت دجال المرحلة الاولى ثم المرحلة الاولى دجال بشات بشر تحقه بالجيش كان اكبر خطأ وهو الخطأ الذي نبه اليه كونون الشعباني رحمه الله وكان سبب اغتياله سيد حسين يعني حتى المشاهدة والمواطن الجزائي لما يسمع تتحدث عن بومديان وانت تعرف ان الحديث عن بومديان يعني حساس جدا لدى الجزائريين لا ترى بان يعني ضلوع بومديان في الاغتيالات السياسية خاصة اغتيال الكريم بالقاسم سواء كان كما قلت بطريقة مباشرة وبغير مباشرة بتزكية الى غير ذلك يعني لا يتضاد مع وطني بومديان لا وطني بومديان وش معناها وانداني انا بومديان ليس خائنة الجزائر ولم يسرق الجزائر رغم انه يشع الان عليه كلام بانه كان يدير لي زافير عن طريق صديقه زقار رحمه الله فهمني لكن هذا كلام مردود يعني ما هو صحيح بومديان ليس لم يكن عميلا لأي دولة وحدة فعلا ثانيا انه لم يسرق الجزائر لم يقوم بسرقة الجزائر ثالثا ان بومديان كانت له نظرة خاصة للجزائر بومديان كان يرفض تعددية كان يظن بانه الجزائر باش تكون دولة محترمة لا بد ان تكون وفق فلسفته هو ووفق نظرته هو فهمني اذن هذه وطنيته نعم بومدين مطولت في اغتيالات هذا لا يقعن في وطنيته بومدين رجل وطني لكنه مستبد استبداده دفع به الى التولد في اغتيال شخصيات من ثورة نعم يعني لو انتقلت بك من بومدين الى الرئيس الحال الرئيس بوتفليقة يعني وقت اغتيال كريب القاسم يعتبر الرئيس بوتفليقة يعني قد يقول البعض انه الرجل الثاني في النظام الجزائري انا ذاك يا اخي رئيس بوتفليقة كان ولازال لم يخرج يوما من النظام حتى في الثمانينات لم يخرج من نظام بوتفليقة من قال ان بوتفليقة خرج من النظام جزء من النظام بوتفليقة له نفس العقلية بوتفليقة جزء من جماعة وجدة جزء من الجماعة التي استولت على الحكم 62 بالانقلاب الحكم الواقتة هذا شيء معروف إذن بوتفليقة جزء من النظام ولذا جاء به الوحيد الذي لم يكن من النظام وجاء به هو بوذياف رحمه الله فقط أما باقي كل من تقلد مناصب المسؤولية في الجزائر وما جزء من النظام كان عضو مجلس الثورة وكان قبل خميستي وقبل بعد خميستي وبعد شعباني كان في جميع الحكومات وفي جميع المناسب وكان أيضا لم تنقطع به الصلاة مع النظام الجزائري في ثمانينات بعدما تهم بالتهم المشهورة وبعدما خارج طواعية إلى الخارج بوتفليقة لم يخرج شعبا من النظام جزء من النظام نعم يعني أستاذ حسين جيد أول سؤالي كان أنه كان يعتبر ولو كما قلت أنت هو دائما جزء من النظام يعني أنا ذاكي وقال أنه كان الرجل الثاني في النظام وحينما أقتل كريم بالقاسم ألا ترى أنه قد تحوم حوله شبهة كذلك بخصوص الضلوع في اغتيال كريم بالقاسم أم لم تكن له أي علاقة بالموضوع لأنه كان وزير خارجية وكذا لاحظ المسؤولية قانونية وعلم أن أستاذ حسين نحن نتكلم كلاما سياسي وننتكلم كلاما جنائي نعم هذا كلام هذا تكييف قانوني هل هو مسؤول؟ نعم ومادم جزء منه من النظام فهو مسؤول عن الاغتيالات لكن مسؤول مسؤولية سياسية هل هو مسؤول مسؤولية جنائية؟ هذا القضاء والتحقيقات هي التي تثبت من أعطى الأمر ومن شاركة مباشرة ودرجة المشاركة إذن سياسيا نعم كل من كان في النظام سواء كان بلباسه العسكري أو ببزته بلباسه العسكري أو بلباسه المدني هو مشارك في هذه الاغتيالات ولم يظهر جاتنا معلومات أنه ربما الوحيد الذي وقف ضد اغتيال شعباني تنفيذ حكم الاغتيال فيه هو الشدلي بجديد رحمه الله لكن لكن ندري لم نستطع التأكيد هذه المعلومة أو نفيها لكن كلهم هناك من شاركة وهناك من سكتة من تواطعة وهناك من كان يحرض المهم كل أفراد النظام اللي كانوا في ذلك الوقت كانوا مشاركين بطريقتين أو بأخرى في عملية الاغتيال نعم أستاذ حسين جيدل لما ذكرت بومدين مثلا هل ترى بأن الهوس الهوس الفضيع بالتسلط والسلطة يتولد عنه الأنا والنرجسية ثم الأحادية الأحادية في التحكم في التصرف في الحكم في القرارات هل هذا قد يؤدي بصاحبه إلى انتهاج مثل هذه الممارسة المؤسسة للاغتيالات السياسية؟ طبعا أنا أعطيك مثال فقط مش غير اغتيالات سياسية لو كانت تقرى الكلام بتاع الجنيران نزار اللي قاله لابد من تحليل وثيقة تاريخية بوهمة جدا الرجل يدافع عن موقف من حقه ونحيي شجع اللي قام بها على الأقل هو جاء وقال كلام تاو صحيح ولا موص صحيح المهم جاء بالنظرة تاو كان ناس خرين مضربين الناحو وساكتين مهم شحابين يقولوا لشعب الجزائري وشيء الحقيقة وهو مجزء من المشكلة وعندهم حتى قانوات وعندهم وسائل بشر المهم تذكر الجزائريون يتذكرون حصة في لقاء الصحافة عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا علي كافي علي كافي كان يقول في التسعينات اللي حاوس يحكم الحكم يدير ثورة كما درنا ويجي حكم العرض وهو الكلام اللي عاود قاله مؤخرا علي هارون مؤخرا مش معناه معناه أنه الثورة نحن نجي منها العسكريين وإحنا لن نتخلى على الحكم والحكم عندنا نحن فقط ومن أراد الوصول الحكم عليه إلى انتهاج العمل المسلح وانتهاج العنف إذن هنا الأمور هي وضحة هل هي الفلسفة التي كانت عندها بومدين وكانت عندها علي كافي وكانت عندها علي هارون وكانت عندها نزار وكانت عندها غيري وما زالت موجودة عند من يملكون زمام الأمور في الجزائر نعم لو أنتقل بك إلى موضوع إلى اغتيال محمد بوظياف والسيد قصدي مربح محمد بوظياف رحمه الله محمد بوظياف اغتيل لأنه لسببين أولا السبب اللي يقولوا بليه محمد بوظياف كان يحارب في الرشوة وكذا واغتالوا على جلاله هذه أكلها عبارة عن كما يقولوا بالعربية بالدرجة أنا خورطي هذه أكلها عبارة عن حكاية تنويم فهمني لماذا؟ لأنه نفسه نذكر مريح كان يقول أراني رحت الرئاسة وما لقيت حتى ملف جون سي باك ومون شاد لي طرفي مع لباليش كيف أشتدي كان يخدم وما عندوش ملفات انت تظن بالليناس يروحوا لمروك باش يجيبوه ويخليولو ملفات يجي سي محمد بوظياف يلقاهم باش يحاسبهم ما كانش منها واحدة السبب الحقيقي أخرين جابوا قصة أخرى وكان راح يدير وعلاج مسألة الصحرى الغربية ما كانش منها لماذا لأنه هم يقال بأنه لما اغتيل في مدينة عنابة وجدوا في الرئاسة ملفات قد قدمت له من طرف قصد مرباح طبعا نعم كان منها هذه أرسل من إلى فرنسا من يعتيه بمعلومات عن قضايا رشوة واختلاسات كبيرة جدا والمصالح الفرنسية أعلمت في ذلك الوقت الكاردينال يلي هو الجنال العربي بالخير وتم اغتيال الضابطين الذين قاموا أو حاولوا الحصول على المعلومات اغتيل قصد مرباح أولا ثم بوظياف لماذا؟ لأنه كلف بوظياف قصد مرباح بأن يتصل بعناصر الأزمة بما فيها الإسلاميين لمحاولة الخروج من بحل سياسي يضع حدا للدماء الجزائريين التي تسيل كل يوم وهذا هذا أمر خاطئ جدا لماذا؟ لأنه إذا كان الحل سياسي وليس عسكريا معناها الناس اللي داروا الإنقلاب في 92 واللي قاموا وكذا كانوا غلطين والنظام والنظام لا يقبل أن يتم هذا الأمر والدليل أيضا أنه قصد مرباح تم اغتياله رغم أنه قال في لسوارد الجيري بتاريخ 1 جنفيي 91 نشرت لسوارد الجيري جريت لسوارد الجيري يقول فيها بالحرف الواحد قصد مرباح سأعطي أسماء من قاموا باغتيال كريم بالقاسم عبر رمضان والآخرين ولكن هذا ليس السبب هذا القطرة التي أفضت الكحس السبب هو أنه قام قصد مرباح بنشاطه خاصة في مدينة سويسرا في جينا بالضبط لاتصال بجماعة سانتي جيديو بما فيه الإسلاميين ومحاولة فرض تكوين جبهة تفرض حلا سياسيا على النظام وهو ما أثار حافظة النظام الذي لا يريد أي حل سياسي بل يريد الحل الكل الأمني وأن يبقى لأنه يستمد النظام في ذلك الوقت كان يستمد شرعيته من الحل الأمني وأن توقف المسأل الانتخابي أو الانقلاب على الانقلاب الذي تم ضد الشديد من جديد أنه قام بيونس إنقاذا للجزائر وأن هذا ذلك هو الحل الوحيد ولم يكن هناك حل آخر حتى لامين زروال لامين زروال عكس ما روجت الصحافة في ذلك الوقت لأنها الصحافة مراقبة من طرف المخابرات كان تقول أنه عباسي وعلي بالحاج رح ليهم زروال للسجن ورفضوا الحل السياسي ما كان منها ما كان منها هذا الكلام هذا كلام ظمني بالعكس زروال كان يريد حلا سياسيا ولكن كان كلما يرجع إلى رئاسة الجمهورية طبعا كان ويحيى المخابرات بأمور أخرى فيرفض ويغير من رأيه حتى حشان رحمه الله اغتيل لهذا السبب لأنه كان مزمعا على القول بأن النظام قد قام بوعد كل المحاولات الحل السياسي وأن كل مرة كل ما ظهرت بوعد الحل السياسي إلا وقامت أجهزة النظام بوعد وقتل هذه المحاولات قبل أن تؤتي ثمارها وهذا معنى لما تقول الكلام هذا معنى أن النظام القائم ليست له أي شرعية باعتباره لا يريد حلا سياسيا وأنه كان يرفض الحل السياسي من البداية يعني أي عنصر يظهر فيه الذكاء والديناميكية والحيوية ولديه مشروع سياسي سيصفه طبعا شوف أنا أعطيك كما يقولون بالفرنسية كان سعيد سعدي ألف كتاب على عميروش رحمه الله وكان وزير الداخلية الحالي اسمه قابلية اللي هو من المالك كان دير درواد دوريبونس على ما ورده في كتاب سعيد سعدي كان عميروش رحمه الله يقول لهم بعثوا الشباب بعطيه لهم وبعثوهم يقرأوا لأن الاستقلال جزائر آتي لا محالها ما رفنا نحضروا ما نحضروش بيش يقرأوا واش كانت تدير المالك والجماعات يقول لهم رحوا تزاوى ورهي بواردنوية ورهي كده هذا الكلام أكده دحول قابلية معنى ذلك أن النظام بعد مؤتمر الصمام أدرك أن الذكاء لا مجال له لا يمكن أن يكون للذكاء مجال في تسيير أمور الجزائر بعد الاستقلال فتم تحييد جميع الذكاء هل تقبل انتهى استخلينا في 62 في 65 كل الأدمغة المعروفة تم تحييدها لا أيت أحمد ولا أبو ذيوف ولا لامين دباغين دكتور لامين دباغين اللي قعد حتى الثمانينة تحت إقامة الجبرية ولا بن خدى ولا فرحة عباس فهمت كل ولا كريم بالقاسم ولا خيذر كل الذكاءات الجزائرية تم تحييدها إما بالطرد أو الإقامة الجبرية أو النفي جيد أسبح حسين لصالح من تم تحييد هل هناك مثلا أجندة أجنبية كيف تتخلل هذا الموضوع؟ لا يا أخي طبيعة النظام الاستبدادي فهمني طبيعة النظام الاستبدادي النظام الاستبدادي يقوم بمثل هذا الأعمال حفاظا على بقائه فقط نعم لا ترى بخلال الاغتيالات السياسية لا ترى بأن بعض الدول الأجنبية متورطة ومتواطعة في هذه الاغتيالات سواء كان بتسهيل تقديم معلومات لا أدري من ذلك اسمع الدول الأجنبية كلها تدفع المصالح قد تتورط مباشرة قد تتورط مباشرة قد تعطي معلومات قد تشارك مثل عملية الاغتيال تعبن بركها قد هذه دفاعا على المصالحة لكن العملية كلها هي عملية بالأساس جزائرية بحتة هناك سؤال عندما وقفت عند موضوع كريم بالقاسم هناك يعني البعض البعض حينما تستمع إليهم حينما يتحدثون عن موضوع الاغتيالات وخاصة كريم بالقاسم رحمة الله عليه أو عبد رمضان لا غير ذلك يعني يبررون لهذه الاغتيالات على أساس أن هناك تهمة الخيانة توجه خاصة لعبد رمضان أو لكريم بالقاسم يعني من يحدد برأيك سيد حسين جيد يعني يحدد مفهوم الخيانة ومفهوم المواطنة يعني وما قرأتك لهذه التبيرات سيد حسين وش من الخيانة السيد اللي كان كريم بالقاسم اللي كان في نهاية الثلاثينات في الجبل يحارب في فرنسا تتهم أنت بالخيانة وش من الخيانة كان تابع تعمى بالبربارية وبنزعى البربارية طبعا عندما المثل الفرنسي وش يقول يقول عندما تكون إذا أردت أن تلقيه بكلبك فقل إن له ألو أستمع إليك سيد حسين تفضل فقل بأن به دعي الكلب سيد الكلام هذا فهمت نعم مرفوض يعني مرفوض إطلاق نعم فهمت النظام المستبد هو الذي والفكر الأحادي هو الذي يقرر من يحب الجزائر ومن يعرف مصلحتها فالذي لا يتشاطره الرأي هو عدو الجزائر نعم وبالتالي خائد هم كان يقول نابلينتو ما تعال خارج وعندكم علاقة مع هس فرنسا وش كل يجاب الناطو الآن في الجزائر للساحل هوجان الناطو وباركه النظام الآن الناطو هل جاء به النظام لراه الآن ولا جاءت به المعارضة وجاء به الناس الخريين نعم أستاذ حسين أستاذ حسين لدينا فاصل ثم نعود إليك نعم واحد خمس قائط نسكنا مع أي طولية نعم تفضل نعم نعم تفضل نعم تفضل نعم تفضل نعم لمدر آه اشتركوا في القناة 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 عن طريق القوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليس بالتصفيات والاغتيالات ولا بد أن يكون هناك مشروع سياسي واضح المشروع السياسي واضح إذا كان السياسي تحول مثل ما حدث لقصد مربع رجل عسكري لكنه تحول إلى معرض سياسي وبدأ له مشروع وبدأ ينتهيج نشاط سياسي واضح المعالم يدخل في إطار سياسي فأصبح سياسي ولم نقول عنه إنه عسكري السؤال الأخير أختم به هذه الحصة حينما وقفنا عند الاغتيالات السياسية ألا ترى بأن هذه الممارسات وهذه الأعمال تجعلنا نقف وقفة مراجعة وتشكل مدعاة وضرورة ملحة لإعادة النظر في مرويات الماضية التي قيلت لنا قيلت لي أنا شخصيا مثلا ومن ثم إعادة كتابة التاريخ الجزائري بأمانة وبمهنية طبعا أنا نقول قلت في بداية الحصة بأن أكبر كذبة كذبها النظام وأول تزوير للتاريخ قام بالنظام هو عندما قال بأننا انتصرنا على فرنسا عسكري لتبرير لتبرير استبداد العسكري بالسلطة وانفراد العسكري بالسلطة ولتبرير أسباقية العسكري على السياسي ولتبرير تحييد سياسيين واغتيال من يشكلون خاطران عليه إذن نعم لابد من إعادة كتابة التاريخ من هذا المنطلق أن أول حقيقة لابد من وضحها هو أن الجزائر أخذ استقلالها وأن الشعب الجزائري ضحى كثيرا ولكنه انتصر في الأخير على فرنسا انتصر انتصارا سياسيا بارعا وبفضل الجزائريين وبفضل المجاهدين المخلصين أول حاجة هذه بداية تصحيح المسار النقطة الثانية تصحيح المسار أنه السياسي في الجزائر هو الذي كان يلعب الدور الأساسي للحصول على الاستقلال وللوصول إلى الاستقلال عكس ما يروجه النظام والنقطة الثالثة أن ابتداء من هذا نقول أن السياسي له دوره الذي لابد أن يلعبه لحد الآن سياسي لم يقوم بدوره لأنه دوره لم ي لم يترك له العسكري ذلك المجال فلابد أن يقوم أن يتحمل السياسي في الجزائر مسؤوليته وأن يتحمل العسكري مسؤوليته أنا اللي نقول وش نقول نقول المجاهدين نقول الوحدة الوطنية في خطر ولا يتكلمون ولا يتكلمون وما يقولوش للشعب اللي وديه كان عندنا نظام استبدادي كما قلنا قبل بومدين رجل مخلص لكنه مستبد مستبد وارتكب أخطاء فادحة سياسي واقتصادي ونسلك في هذه الأخطاء نحن ما نطلعوش لا نطعن في صدقياته ولا نطعن في إخلاصه لكن نقول إن استبداد بومدين وأخطاءه التي ارتكبها بانفراده في الحكم قد كلفت الجزائر الكثير وبالدليل أنه تم تحييذ ذكاءات يا أخي في 62 نديره بن بلا رئيس الجمهورية ونحطه ونحطه فرحة عباس في الإقامة الجمهورية يا أخي ها فيه ثمت القاطرة الجزائر خرجت على المسار في 62 باختيار هذا الشخص كرئيس الجمهورية فهمت هو عبارة عن بهلواني سياسي فهمت وتحييذ واحد كما فرحة عباس والليلامين دباغين بن يوسف بن خده وغيرهم بوضياف وكريب أي تحمد كذا فهمت اللي جابوا بذكاءهم من الثورة نحطهم أكوتي ونجيبوا ونجيبوا هنا قايد حماد ونجيبوا بن بلا ونجيبوا يا أخي شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك سيد حسين جيد البحث التربولوجي كنت معي في هذه الحصة أشكرك على ما أدليت به على أمن أن ألقاك في حصة أخرى مع موضوع آخر بهذا سيدة المشاهدين وعليكم السلام بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحصة أشكرك كل من تتبعنا وأشكرك كل من حاولا أن يتصل بنا الاغتيالات السياسية صراع بين الاستدوات العسكري والمشروع السياسي تمتوا في العاية الله وحفظه والسلام عليكم اشتركوا في القناة